أهلا سهلا فيكم من جديد وبالعامية من كتر ضغطات الحياة منقول والله الواحد بطل يتحمل وانفرط مرارته بس نسمع شخص أزال المرارة منقول منسأله طبعا مين هو السبب بس الموضوع طبي بحث وراء أسباب أعراض ومضاعفات وحنسمع كل التفاصيل عن المشاكل الصحية اللي إلها علاقة مباشرة بالمرارة من الدكتور رائد أبو عزام استشاري جراحة عامة وجراحة القلون من مستشفى السلطة الحكومية والخدمات الطبية الحكومية صباح الخير دكتور أهلا وسهلا فيك صباح الخير الله أعطيك العافية أهلا وسهلا دكتور هل صح الواحد لما يتعب عصابه وتفقع مرارته هذا الإشي صحيح الميا آه مع الضغط النفسي والمشاكل يصبح تهيجات بالمرارة والانقباضات تختلف وهذا يجعل الحساوي تتكون وبالتالي يصبح المدعفة لا ليس عامل رئيسي العامل الرئيسي نحن لا في صراحة المرارة هي من نحكي شغلة بسيطة عنها سريعا المرارة هي جزء من الكبد هي بتحتوي المادة الصفراء اللي بفرزها الكبد تساعة تقريبا قريبا لخمسين سي سي يعني الساعة تبعتها بصير تفرزها هاي المرارة لما الإنسان يوكل أكل دهني طبعا في حالات هذا الوضع الطبيعي في حالات هسا لما تلتهب المرارة أو تسكر من حساوي ممكن تسع لتلتمية أربعمائة سي سي وقت هذا بأدينها تنفجر أو المضاعفات اللي احنا بنحكي عنها يعني هذا فرق بين الخمسين احنا بنحكي سي سي لو أنها تستحمل خمسمائة سي 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 اه خمسمائة طبعا هسا السبب الرئيسي للمرارة هو اختلاف بميكانيكية يعني المرارة المادة السفرة بتحتوي على كوليسترول وتحتوي على مواد كيميائية تدوي بالكوليسترول نعم هسا لما المواد الكيميائية ها يتخف أو الكوليسترول يزيد بصير الكوليسترول غير مذهب هون بتتكون الحصاوي يعني هذا السبب الطبي والعلمي والتفسير الكامل الوحيد وشو فيه ممكن عوامل أخرى يعني دكتور يمكن العامل النفسي تحدثنا عنه أيضا الدهون أو الأسلوب اللذاء نعم هو بالأصل يعني احنا زمان كنا نحكي أنه هي الحصا المرارة بصيب للستات أكتر بس بيكونوا فوق الأربعين بيكونوا ناصحين شوي بيكونوا متزوجات ومخلفات هسا سننا نشوفه على العشرين على الخمسة وعشرين وما بتكون متزوجة ولا مخلفة ومش شرطة تكون ناصحة لماذا؟ لأن كل نظام الأكل اختلف كل نظام الأكل اختلف كله اختلف الجنك فود الأكل الفاسد كله هذا يحتوي على الكولسترول عالي صحيح وهنا هاي الاختلف يعني لماذا أول كنا نشوفه على عمار صغير صح صح يعني احنا دكتور بالمجمل نستنتج من هذا الحديث أنه احنا واحد من الأشياء المهمة عشان الوقاية من أمراض المرارة أنه يكون اللايف ستال تبعنا اللي هو صحي سواء رياضة أو نوعية أكل وحتى الكميات طيب شو الأعراض اللي بتظهر على المريض هي بتكون إشارات وأكيد الإنسان أكتر واحد بفهم على حاله لازم يروح يراجع فيها طبيب وتستدعي المراجعة الفورية للطبيب صحيح احنا أكتر أعراض بتكون أنه المريض أو المريضة بشكي من ألم بالبطن من الجنب الأيمن بضرب على الكتف وبالذات بعد أكل دهني هذا العرض الرئيسي بالنسبة للمرارة هسا فيه أعراض تانية إذا التهبت المرارة بصير الوجع أكتر ممكن نصير يرقان صفار ممكن نصير ارتفاع بالحرارة استفراغ تقيق ممكن نصير إسهال هاي بترافق التهاب المرارة هاي أعراض متقدمة دكتور هاي أعراض متقدمة إنه المرارة التهبت وطبعا أو صار انسداد من حصوة معينة هذا معرضة لأنها تنفجر كمان بالبطن والتهاب قوي بيكون لازم نتدخل أو بإجراءة جراحي طارق حسب وضع المريض في حالة الانفجار هل ممكن أنه بعض الحالات تنفجر المرارة والشخص مش شاعر أو هذه الأعراض ما تكون واصلها ولا لازم يمر في لا 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 بمر باشي اسمه انسداد المرارة بعدين التهاب المرارة بعدين الالتهاب القوي أو بسموه بالطب الميقسيل إنه بصير مادة بيضة وهذه معرضة لا قبل الانفجار لا الانفجار بعمل بالعادة تسمم داخل البطن وجلثومة قوية والعراس السريرية بتكون مبينة طبعا نكون عاملين فحوصات دم وعاملين صورة ومشخصين المريض وواصلين لتشخيص طبعا هذه المرحلة دكتور اللي هي الانفجار هي المرحلة الأخيرة المرحلة الأخيرة المرحلة الأخيرة لكن هل في مراحل أولى ممكن لعلاج وسيطر عليها بدون الإزالة أو لا طبعا بالنسبة للمرارة السبب الوحيد اللي بيخليني أقرر عملية للمريض أو المريضة أنه كثرة الوجع أو بعد الأكل أو تكرار زيارة الطوارئ لألم بعد أكل يعني صعب التعاوش مع هذا الألم بعد أي أكل هذا السبب الوحيد هسا بيجونا ناس مرضى كثير مثلا إنه مش شرط كل مريض يعمل عنده حسوة المرارة أنه يكون الألم منها يعني طبيا إحنا عشرين بالمئة من الناس اللي بيشكوا من المرارة وثمانين بالمئة بالعادي ما بيشكوا بتبين الحسوة بالصدفة يعني مثلا بيجي أي مريض بيشكي من بطنه مثلا بنعمل الصورة فبتبين حسوة بالمرارة بس بيكون السبب مش الحسوة فهي بتبين بالصدفة لكن السبب الوحيد اللي هو يا أما أنه الألم متكرر لصعب التعايش محا وهذا أكثر سبب طبيا الشغل الثاني أنه المريض تعرض لمضاعفات منها والتهاب أكثر متكرر أو مثلا المضاعفات في حسا الشغلة كثير بالأردن منشوفها وبالعالم أنه من حسن المرارة بصير انسداد بالمجاري السفراوية والتهاب على البنكرياس وهاي من المضاعفات الخطيرة من حسن المرارة والانسداد حقيقي دكتور هذه الصورة اللي عم نشوفها الحسن طبعا نحن عندنا أنواع الحسن المرارة هي ثلاث أنواع النوع الأول اللي هو يسموه نوع الكوليسترول يعني نحن نقسم حسن المرارة بالنسبة لنسبة الكوليسترول فيها نعم يعني تقسم الحسن لنوعين اللي هي الحسن اللي كلها كوليسترول لأكثر الأكثر للأنواع اللي احنا يعني 90% من حسن المرارة بيكونوا بالشكلها اللي هم بيحتوي على الكوليسترول مع الكالسوم في حل يعني ذكرت بأنه أحد أهم الأسباب لتكون الحسن وهو الكوليسترول ولكن كيف ممكن يكون في حسن وما فيها نسبة كوليسترول عالية إن هي مثلا زي هون مثلا لونها أسود نعم هاي الحساوي ما بتصير غير بحالة وحدة إنه في مرض مزمن عند المريض نعم زي تشمع الكبد زي فقر الدم المنجلي الأمراض التحليلية هدول بيصاحبهم نوع من الحساوي بيسموها الصبغية اللي لونها أسود وبتكون صغير زي هيك نتيجة مرض آخر نتيجة مرض آخر يعني مرض مزمن رافقه تكونا الحساوي دكتور المريض متى بيحس بالألم إن قدي بيكون واصل الحسوة قدي بيكون حجمها عشان يبدأ يحس بالألم هسا يعتمد الألم مش على حجم الحسوة لحاله بس أول شيء على حجم الحسوة إذا عملت انسداد بالمرارة لأن المرارة فيها مخرج يعني رفيع جدا 2-3 ملي يعني ممكن حسوة 3 ملي وهي صغيرة جدا مش كبيرة تعمل انسداد لهذا المخرج التالي المرارة بتلتب وما بتتحرك حسا الحساوي بسموها اللي بتتحرك إنه هاي بتسكر بتفتح بتفتح هاي بتعمل المقسات القوية عند المرضى بعد الأكل طبعا نحن المقس المراري القوي بيجي خلال 6 ساعات بيجي على الطوارئ يعني المريض بيجي بحتاج يعني أنه يأخذ إبر إبر ومسكنات بس هذا مقس مراري مش التهام مرارة طيب الدكتور بعد الاستقصال يعني قرر الطبيب إنه الحل الجذري إنه حلص إنه نستقصى للمرارة عشان الإنسان يقدر يتعايش أو يعيش بدون ألم ما بعد المرارة كيف طبيعة حياته هسا إذا عرفنا إحنا الشغل المرارة إيش هو بالضبط نعم فنحن يعرف شو لازم نصوي بعديها يعني المادة الصفرية اللي فيها بتخضم الدهن هسا لما نشيل المرارة بصير هالمادة هي موجودة بس تفرز من الكبد على الأمعاء ما في مخزن له المرارة اللي هي الكمية اللي بنا إياها الكبيرة فمعناته الكمية ها بدأتكون قليلة تنفرز على طول صح لأنه المخزن راح اللي هو المرارة نعم هسا كون هالمادة هاي بدها تقل المادة الصفرية اللي بتخضم الدهن بقناته أكل للدهن بده يكون أقل نعم دكتراعي لأنه إذا أكلت أكتر هالمادة ما بتكفي تخضم فشو بصير عنا بصير عنا اللي هو الإشي اللي منسميه اللي هي تهيج القلون تهيج الأمعاء لأنه المادة الصفرية إلها بسموها يعني مفعول مهيج على القلون وممكن تعمل إسهال مزمن لسنوات يقعد عند المريض وإسهال طبعا يعني الشغل مش مش سهل لواحد طبيعة شغله بتأثر على شغله بتأثر على حياته طبعا أكيد راح تعرجم يعني نظام حياته لأنه المادة الصفرية هي مهيج للقلون فإحنا بس نشيل المرارة عشان هيك كميات الدهن تكون الأكل أقل لك تراعي يعني نظام حياة جديد عالي بالألياف والخضار الأهم من هيك وعندنا هاي مشكلة تانية أنه ليش مرضى بعانوا بعد أنه غير اللي في السال له الأكل وتخفيف الوزن طبعا هسا في ناس مثلا بنزلوا الوزن فجأة مثلا هذا كمان مش كويس بالنسبة لنا طبيا بالنسبة للمرارة وتكوين حص المرارة والشغال الأهم من هيك الغذاء يريد أن يكون غني بالألياف وأهم ممارسة الرياضة طبعا في الماء تلعب كمان دور مهم الماء ضروري هسا لما قزك بعد ما نعمل العملية أملوا بعد وقال طبعا الماء دائما مهم يعني نحن عنا بالأردن بصراحة شعبنا مش كتير بركز على الماء زي بره احنا مثلا أنا عملت الدكتوراه بألمانيا عملت الاختصاص بريطانيا الطب بموسكو عشنا وطلعنا وشفنا الماء قزاس الماء وقزاس العصير هذول الأساسيات بكل شنته مع كل واحد وهو بيمشي وهو بيقذر إشي إحنا الواحد إذا أكثر إشي مصف لتر بشرب اليوم صح صح وطبيعي لازم من ثلاثة إلى أربعة لتر خطر ببالي هيك سؤال الناس كلها تركض على هلثي لايفستايل وكل شخص يحاول أنه يلاقي النظام الغذائي اللي بيناسبه واللي بحس حاله أنه بيحبه أكتر اليوم أو ما بدي أحكي لكل لأنا ما بزبط التعميم إحنا عم ننادي بنظام غذائي اسمه كيتو ويعتمد مباشرة على الدهون أدي هذا النظام ممكن يأثر على الأشخاص اللي قاب عندهم قابلية كمان للتعرض لحص المرارة أو حتى مشاكل للمرارة يعني منرجع ونحكي أنه النظام هذا الغذائي يعني اللي بيحكي فيه باعتمد أنه شو ووقته وشو قديش لازم تأخذ منه معه السوائل بصراحة نعم يعني ضروري جدا حتى لو الواحد مشى على النظام وما كان كمية السوائل كافية هذا برضو بيعمل خربطه بالجهاز الهرموني والعصبي والكيميائي تبع المرارة والإفرازات والتقلصات تبعتها وبقدل حسنة يعني دكتور بالآخر نحن نحكي أشغلات أساسية بأن المي أسلوب الغذاء ورياضة هي أساسية أي واحدة فيهم رح ينقل شو ما كان الدائد شو ما كان الرجيم أنا اللي بدي أسأله سؤال يعني أحيانا تتشابه أعراض المرارة مع أمراض أخرى أنا بدي أسألك سؤال وجع المرارة وين بيكون بالزبط يعني ممكن هل يتشابه مع الكلا القولون طبعا كيف ممكن أميز ما هو التهاب مثلا الكلا يعني التهاب البول لأنه بيجونا مرضى كثير نعم بس هو بيكون مشكلته طبعا وجع المرارة بيكون الجهات اليمين جهة اليمين تحت الضلع نعم وبضرب على اللوحة أو الظهر نعم في أكثر من قضو حسنا ممكن تكون مشكلة بالكبد نفسه مش المرارة برضو ما هو الكبد يعني متقاه هون فبيجي بعمل صورة التلفزيون إذا الدكتور ما أخذ يعني كويس من المريض يفهم إنه المشكلة إليه علاقة بالمرارة وهذا مهم جدا كثير قبل ما نعمل التصوير احنا على فكرة ما حكناش عن كيف منشخص المرارة هو تشخيص أنا بدي أسألك عشان لش خلينا نعكي عن تشخيص أنه أنت شابه كثير بعمل صورة الدكتور صورة التلفزيون بلاقف يحسفه بالمرارة لكن مشكلة المريض بتكون قرحة بالإثنين عشر مثلا بيجي بيقول له مثلا لازم نعمل لك عملية مرارة هنا يعني بتورط مع المريض وقبل الورطة يعني أنت بدأ تكون ضميرك المهني أنك أنت تفحص كويس صح لأنه بعد ما تعمل العمليين المريض بيضلي شكي هل هو خطأ طبي أسباب كثيرة فيها أنه يا أما الدكتور ما أخذ تفصيل كامل منه عن وجعه ما بدنا نحكي يكون مثلا قراره أنه يكون مبني على أمور أنه بدي عملية لأمور مادية أو شيء تاني آه حنيكسر أيوة مثلا لكن بتعمل عملية للمريض بعدين المريض بيظل يشكي معناته من يرجع من يحكي معناته خلينا نشوف الكلة بصورة جديدة آه من مر على الكلة خلينا نيجي نعمل تنديل للمادية نشوف قرحة بالإثنى عشر لا فأخذ التاريخ المرضي طبيعة الوجع ومكان الوجع قبل العملية هو الأساس الفحص ما بيبين يعني هل فحوصات معينة بتبين مثلا فحص التهاب الكلا وضائف الكلا بيبين مشاهد طبعا لما أعمل الفحوصات للمريض فحص الدم وفحص مثلا إنزيمات الكبد فحص الكلا بيبين هس المرارة بالعادي برافقها التهاب مثلا بقريات الدم البيضة برافقها ارتفاع بإنزيمات الكبد بدرجة عالية برافقها ارتفاع بالمادة الصفرة هذا مثلا ما بيكون مع الكلة فأنا في عندي أمور فحص أخذ تاريخ مرضي كويس بعدين فحص المريض سريريا بعدين الفحوصات بعدين الصور اللي هي الشعاعية والصور النووية والطبقية والرنين شو أنا بحتاج لأي لفل إن أوصل مع المريض هو أكثرهم إحنا الموجود عنا بالنسبة 90% وموجود بأيدي أي ناس وموجود اللي هي صور التلفزيونية لدرجة 90% بتشخص لحص المرارة تباك دكتور خطر يبعلي سؤال سريع هل حص المرارة تفتت ولا لا فيه شغلة مهمة هون خلني نحكي فيها إنه العلاج بالأدوية والتفتيت بالنسبة لحص المرارة هذا طلو طبعا ليش مثلا التفتيت بفيد بالكلة بس ما بفيد بالمرارة بفيد لأنه بفتتوا الحصوى بتطلع مع مجرى البول صحيح فيه تصريف فيه تصريف نعم حسن المرارة لما طلو إنه بنا نعالج ونعمل لازر التفتيت طلو إنه فيه خطائين كبار أو المرضى أول شي حتى بالعلاج بدك سنتين حتى تذوب هاي الحصاوي ما فيش إشي مش مجرى أيوة وبالسنتين هاي ممكن يصبح عندك مضاعفات كثيرة نعم الشغل الثاني إنه حتى التفتيت حتى التفتيت طلو إنه المريض بعد 6 شهر لسنة 50% منهم برجعوا بحصاوي جديدة آه تربح فأفضل إشي إنه نشيل المرارة بالحصاوي إذا كانت فيه أعراض وبالذات إذا صارت مضاعفات خطيرة على المريض اللي همه يا التهاب قوي جدا ومتكرر بحيث إنه احتمال إنها تنفجر الشغل الثاني إنسداد المجاري الصفراوية من هاي الحصاوي ووقت تبصيل لازم نعمل تنظير وفتح للمجاري الصفراوي وبعدين نشيل المرارة صار لنا عمليتين على المريض نعم والشغل الثالث والمهمة وموجودة عندنا بالأردن بكثرة وما حكينا عنها بتفاصيل كثيرة اللي هو التهاب البنكرياس الناتج عن حصا المرارة اللي بيصير عندنا بنسبة عالية بالأردن نعم يعني ممكن توصل بالمريض أنه يدخل على العناية الحثيثة سبوع وعشر تيام وعشرين لثلاثين بالمئة منهم بموتوا من التهاب البنكرياس الناتج عن حصا المرارة هو يعني هو متصل بموضوع المرارة طبعا الثاليش شو سبب شو رابط التشريح للجسم نعم أنه مجرى المرارة المجاري الصفراوي ومجرى البنكرياس بلتقوا مع بعض وبصبوا بالأمعاء نعم فإذا نزلت حصوة وسكرت المجرى هذا برضو هي سكرت على البنكرياس البنكرياس بحتقن بنتهيب صارت عندنا المضاعفات الخطيرة وهاي كثير عندنا بالأردن يعني أنا بروح يوم شراء خدمات عقدة على مستشفى الحسين الصلق الجديد أنا طبعا يعني إكس ميليتري يعني خلصت عقيدة خدمات طبيعية مناخية قبل خمس سنوات بروحها سبار تايم يعني ناوضة وهذا يعني إيش بتحكي عن نسبة عالية بمستشفى واحد اللي هو الصلط وشوف على مستوى الأردن صحيح نعم نشكرك دكتور أتمنى السلام للزميع دائما من نادي من خلال برنامج جديد على حياة صحية وأسلوب حياة صحية للبقاية ومن الأول للتقليل من مضاعفات الأمراض يعني أعطيك العافية وشكرا لإله أهلا أهلا